أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها جاء ذلك خلال تفقد مدبولي مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بالإشكندرية والبحيرة حيث تركز الدولة على استخدام أحدث أسليب الرأي وتجديع زراعة أصناف عالية الإنتاجية من الخضر والفاتهة لزيادة الصادرات الزراعية وأوضح مجلس الوزراء أن مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة في منطقة النبرية أكثر من مليون فدان مزروعة بأدود محاصيل الخضر والفاتهة